الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وسحبه ومن ولاه بباء الله ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا حلقات الله حلقات رقم 64 64 كفالتا وضيب شق القمر للتهاقيد لوارح كل أكان سطره سطرناي وارح ديب للتهاقيد كفا سطر الله وارح ديب كل أكان ومن رأيو كفر أو وحقوه هيني مقبأت قريش لأيات اللحقة أرأيو مبيلو وهتم إعجاز عند الحدول الساعة حقوه حلقات لتحرفت حلق تهاقين ديب 63 آيات طلبوا منهم ورب هيني غلا بشر الآيات اللح تطلبوا الآيات نفذ أغلهم من قبل طلبهم وحي آمنوا وبا من قبل أبد يوم جالب كده الله سبحانه وتعالى يدول عقله وعلا هذا هيني بيالو حيني بس نواصل الآيات اللحقة أغلنا طلب منه بيالو كبيالو حيني كمسا النبي انتا جلنا آمنوا بكا بس حتى عيات حتى حيات بقى جلنا آمنوا بكا كمسا الرسول انتا كون آمن بس انتا جده حاجات أرأيونا أجل حاجات خصوصيات بقى جلنا بقى جلنا ارأيونا بيالو والله سبحانه وتعالى يقل اللي وارح كلا كان قسميو وارح ترآه وهتومكم سر أوهيني بدل ما الآمنوا وأيو اللي بلو كمتا تقلبو لآياتكم سر أرأيونا الله سبحانه وتعالى كفلا الوارح كلا كان سر أرأيو قلوم وعجزا يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيالو سوالله سحريهن بيالو اللي سحرته اللي سحرناي ابن أبي كبشة وعن كبشة يعني بدير أورو من نعبي وضعته باتجها أمو منتنا سحر الوادع على ككبشة لقوله دي بحلقات لحالفتها قينا ديبو كأبو يعني ديبلهي كبوش علو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناس سوبه علو كابن أبي كبشة لقوله صلى الله عليه وسلم سحرنا محمد بيالو لقى سحرنا واناس أورهي بيالي يوم بقل كم من السحر كل الأدام يلي سحرني نتاكي لقياوا أمان تما حسد لساب لسوفور لهالله ولساب بره من مكالهالله اللي دابرنا أبي كبشة ديبو مش ريوكم ونوارح انتم وديب اللي حراء ريوكم وكل الوارح كلا كان اندقب أمن قروب اللي سحر مسلاك كم من هالله لأدام خارج مكالهالله اللي لمعيزات الاراء من بره ميت اللي حاصل هالله هتوداك مياه من قبي وأكداه من قبي حقوهن تحقا ديبو بيالو ولقدامنا منبرمة ايوار ايناهو بيالو اللي اللي تفسيرنا ابن الجرير وتفسيرنا ابن الكاسير والدر المنصور ديب كل هالله بصورة القمر والله سبحانه وتعالى ديبال آية حتى ذكرية بصورة القمر اه يعني بيالا اه اللي حاصلت بيالو لمبرمة ايوار ايناه بيالو لكن قريش لسع اصرار ودو واستمروا ديب عناد وديب مكابرات وديب اتباعنا يهوانا يوم وديب اتباع الكفر لنا يوم ويعني لكل ودو لكن الانشقاق لنا يا قمر واللي سترى لنا يا قمر تمهيد الى الحاجات من اللي تعبى قبى على اسارها اللي تمتى الله سبحانه الله لهي على الظروف لهي على الغروف حيث انه اللي نايا واريت لسطره وليت اندي قبى من اللي تعبى سانعات اللي تمتعتها وهتال اسراء والمعلاج دي بحرق اللي تمتى تاكوا هذا لكن المؤلف من بيالا ديبال شاق القمر الى مصر النقراء ان شاء الله شاق القمر وكأن قريش لما رأوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبهم الى ما اقترحوه من الآيات الخاصة ذنوا ان طلب الآيات احسن وسيلة لتعجيزه واسكاته والاقناع عامة الناس بانه متقول او متقول وليس برسول وليس برسول فتقدموا خطوة اخرى وقرروا ان يطلبوا منه اية بقير تعيين ليتبين او اه للناس عجزه فلم يؤمنوا به فجاءوا اليه وقالوا له هل من اية نعرف بها انك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان يريهم آية فاراهما القمر قد انشق فرقتين فرقة فوق الجبل اي جبل ابي قبيس وفرقة دونه فرقة دونه فرقة دونه فرقة دونه الى تقبلاته وحتى دي بادي ابرجبات كل اكان كبقى لوارح ان ترفه وان جيسه كل اكان كم سلصات ارا لوارح وبعدها وفرقة دونه حتى رأوا حراق بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ترول لكم لوارح إلا آيات من آيات تبعين النبي صلى الله عليه وسلم ورأت قريش هذه الآية جهارا بوضوح الوقت طويل فسقط في أيديهم وبهتوا لكنهم لم يؤمنوا بل قالوا هذا سحر بن أبي كبشة لقد سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال رجل إن كان قد سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فانتذروا ما يأتيكم به السفار فجاء السفار فسألهم فقالوا نعم قد رأيناه ولكن قريشا مع ذلك أصروا على كفرهم واتبعوا أهوائهم وكأن انشقاق القمر كان كالتمهيد لما هو أكبر وأهم حدثا من ذلك هو الإسراء والمعراج فإن رؤية القمر هكذا منشقا بعين اليقين تسهل على الذهن قبول إمكان الإسرائي والمعراج والله أعلم إن شاء الله ببحنا قتل المعراج الإسراء والمعراج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا